الآن جولة في أهم ما جاء في الصحف العالمية حول تطورات الوضع فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة نبدأ جولتنا من صحيفة التايمز والتي نشرت تقريرا بعنوان إسبانيا وإيرلندا والنرويج تعترف بالدولة الفلسطينية وبحسب الصحيفة أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة حيث أصدر زعماء الدول الثلاث إعلانات منفصلة لدعم حل الدولتين في حين أمرت إسرائيل على الفور باستدعاء سفرائها من الدول الثلاث ووفق الصحيفة أكد رئيس وزراء النرويج جوناس جارستور أن حل الدولتين في مصلحة إسرائيل وأن الاعتراف كان وسيلة لدعم القوى المعتدلة التي تقسر أرضها في هذا الصراع الوحشي بينما وصف رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس اليوم بأنه تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين وقال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا أن إسرائيل تعرض حل الدولتين للخطر مضيفا أن هذا الاعتراف ليس ضد إسرائيل وليس ضد اليهود وليس ضد أحد بل هو لصالح السلام والتعايش أما موقع أكسيوس فنشر تقريرا تحت عنوان إدارة بايدن منفتحة على اتخاذ إجراء من قبل الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية وبحسب الموقع عشار وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى دعم إدارة بايدن العمل الحزبية داخل الكونغرس ضد المدعي العام للجنائية الدولية ويأتي هذا الموقف ردا على قرار المحكمة بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقال الموقع أن تعليقات بلينكين التي أدل بها خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعكس غضب إدارة بايدن وإحباطها من قرار المدعي العام للجنائية الدولية حيث تنظر الإدارة الأمريكية إلى خطوة المحكمة الدولية على أنها خرق للثقة ويزعم مسؤولون بإدارة بايدن أن المدعي العام للجنائية الدولية انتهك التزامه بالتعامل مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية قبل اتخاذ قرار بشأن أوامر الاعتقال من جانبه قال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة لأكسيوس قال إن المكتب يهدف إلى التعامل مع إسرائيل وجميع الدول وسيواصل القيام بذلك كذلك نشرت صحيفة الانتبيندن تقريرا تحت عنوان ماذا يعني صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية بالنسبة لنتنياهو وتقول الصحيفة إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة فهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها زعيم مرتبط بالغرب مثل هذا الاتهام كما أوضحت الصحيفة أنه في حال تم تفعيل الخطوة سيتم منع نيتنياهو نظريا من الصفر إلى أي من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي وتشمل هذه البلدان المملكة المتحدة والدول الأوروبية الكبرى وكندا وأستراليا وستكون هذه الدول ملزمة باعتقال نيتنياهو وتسليمه إلى الجنائية الدولية لمحاكمته في حال دخوله أراضيهم من جانبه صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ليست مفيدة لتحقيق وقف لإطلاق النار أو لإطلاق صراح المحتجزين أو لتقديم المساعدات الإنسانية ومع ذلك لم يعلق المتحدث على ما إذا كانت المملكة المتحدة ستلتزم لمذكرة الاعتقال الآن نرحب بضيفنا من رمالة هشام عبدالله الكاتب والباحث السياسي أهم بك معنا سيد هشام أيرلندا إسبانيا النرويج في نفس التوقيت اتفقوا ضمنيا في نفس التوقيت يعلنوا الاعترافة بالدولة الفلسطينية ما الذي نحن بصدده؟ نعم تحياتي لك أستاذ محمد ولجميع المتدرين والمشاهدين الصحيح ما نحن بصدده هو إرهاصات متعلقة طبعا بشكل أساسي بمسار حرب الإبادة على الفلسطينيين والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق مباشرة بتحرك إسبانيا والنرويج بالتحديد ومعهم بلجيكا في قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني كان هناك مؤشرات خلال أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر لطالما صرحت هذه الدول على لسان مسؤوليها الكبار رؤساء وزراء وزراء خارجية بأنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في وقت ما فالحدث جاء متوقعا وطبعا لا يمكن على الإطلاق التقليل من أهمية مثل هذا الحدث بالاعتراف رسمي لأن معظم هذه الدول تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وهناك مكاتب تمثيلية وتتعامل مع الرئيس الفلسطيني على أساس أنه رئيس فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ولكن يبقى الأهم من ذلك هو ارتدادات هذا التحرك السياسي الدبلوماسي بالذات على الموقف الأمريكي والإسرائيلي طيب يعني فيما نتعلق بما أعلنته إسبانيا وعيلاندا والنورويج بشكل أوسع بعض الشيء حضرتك تعلم بالتأكيد أنها ربما محاولة لكسر التوق الأمريكي على أوروبا بشكل عام تعلم حضرتك ويعلم من يتابعنا أن ما سيغضب إسرائيل سيغضب واشنطن وهذه الدول قالت طيب دعونا نغضب واشنطن هذه المرة ونقدم على الاعتراف بما لن يرضيها نعم صحيح يعني إشارتك صحيحة وفي محلها ولكني أعتقد أن هذه الدول بالتحديد تعرف أن ذلك يمكن أن يثير إسرائيل ويثير الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها تعمل أيضا في نطاق محسوب هي خطوات محسوبة جدا يعني تعرف إيرلندا وتعرف إسبانيا وتعرف كل الدول التي تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن الاعتراف الرسمي لن ينهي الاحتلال الإسرائيلي في اللحظة وفي التو وتعرف أن ذلك لن يدفع حتى هذه اللحظة بالذات الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل مباشرة لإنهاء حربها المتواصلة على الفلسطينيين بشكل أساسي في قطاع غزة وثم في الضفة الغربية بشكل أقل فبالتالي أعتقد أن هذه الدول تحركت تحركا دبلوماسيا محسوبا لن يكلفها كثيرا لأنها أصلا تتعامل مع الفلسطينيين تقريبا على مستوى دولة ولكن حقيقة الأمر أن السؤال المطروح على هذه الدول وقبل ذلك على الولايات المتحدة وعلى الإسرائيل هو إنحاء الاحتلال الإسرائيلي وهو لب هذا الصراع ولب هذه المشكلة المتواصلة والمستمر طيب الآن في الارتدادات أنت يعني تحذر من الارتدادات الآن تحدث يو أف جالنت وقال سنسحب على الفور بتقاتل VIP من شخصيات رفعة المستوى في السلطة الفلسطينية سنفرض عقوبات عليهم وعلى عائلاتهم هل معنى ذلك أن وزيرا فلسطينيا أو رئيس السلطة رئيس فلسطيني إذا ما قرر أن يتحرك ربما لكي يجتاز حاجزا ما سيقف شأنه شأن أي مواطن فلسطيني طبعا يعني هذا من تداعيات هذه المسألة ومن نتائجها ولكن أنا برأي شخصي المتواضح أعتقد أن هذه خطوة ستفيد الفلسطينيين لأنه لا يعقل أن تستمر هذه الحرب الإبادة الطائلة على الفلسطينيين والقتل اليومي والذبح وسفك الدماء وعلى أهمية أن يتحرك السياسيون الفلسطينيون بغض النظر في الخارج وفي الداخل ولكن أعتقد أن ذلك سيضيف ضغوطات أكثر على إسرائيل لن يترك ذلك تأثيرا كبيرا على علاقة إسرائيل بالفلسطينيين ولكن أعتقد أنه سيكون خطوة نوعا ما في إعادة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية الكاملة ممثلة بالشعب أولا والمقاومة والسياسيين الفلسطينيين المنتبين للسلطة الفلسطينية وأجهزتها ومؤسساتها إلى مربع واحد وأعتقد أن هذا سيكون في صالح الفلسطينيين على المدالة بعد طيب الموقع أكتوس يا سيد هشام تحدث عن أن إدارة بايدن تدعم بقوة فرض عقوبات على الجنائية الدولية على كريم خان المدعي العام على القضاء على الموظفين في الجنائية الدولية لأنها تحاول أن تحقق في اتهامات بحق نيتنياهو وغالنت أو أي قائد إسرائيل إنما المشكلة هنا يا سيد هشام أن بحسب أكتوس هذه العقوبات ستناقش من الكونغرس لن يفرضها شخص أو جهة أو وزارة لا الشعب الأمريكي سيعاقب الجنائية الدولية ألا تعتقد أن مثل هذا الكلام يعكس حقيقة الهوة والبعاد والشقاق الرهيب بين المجتمع الأمريكي والمجتمع العربي بين المجتمع الأمريكي والمجتمع العربي نعم صحيح الشعب الأمريكي في نهاية المطاف هو من سيحدد هذه العقوبات الشعب الأمريكي هو من سيعاقب كريم خان ليس يعني البيت الأبيض وليس السيايين نعم 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 يعني أوافقك على هذا التوصيف بالفعل يعني لأنه طبعا الكونغرس والسينت هو الممثل الأساسي ومنتخب مباشرة كما الرئيس منتخب من قبل الشعب الأمريكي وأعتقد أن ذلك يدلنا في اعتقادي على أهمية خطوة كريم خان وأعتقد أنها مهمة يعني باعتقادي أكثر بكثير من خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأنها ستؤثر على إسرائيل وعلى المولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير من خطوات الدبلوماسية المحدودة بالاعتراف لأن هذا يا سيدي يعني أنه آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وأعتقد أن السؤال الذي كان مطروحا دوما في مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يجرأ أحد على محاسبة إسرائيل حتى هذه اللحظة وأعتقد أن خطوة كريم خان بطلب يعني حتى بطلب لم تصدر مذكرات الاعتقال حتى هذه اللحظة ولكن مجرد طلب مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقالهند حتى لو كانت بحق شخصية واحدة مسؤولة إسرائيلية أعتقد أن هذا أمر مهم جدا ويثير تخوف إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية حتى في هذه النقطة ربما لدينا مصار آخر يعني مثلا نحن رأينا تعاطفا ما في الجماعات الأمريكية تعاطفا جما في الجماعات الأمريكية رأينا تحركا ما رأينا بعض رموز الإعلام الأمريكي وهم يدينون السياسات الأمريكية فيما يتعلق بدعم إسرائيل هذا رأينا وتابعناه على مدار ثمانية أشهر هل منها ممكن أن تكون الإضاءة الأمريكية تريد أن يصدر الكونغرس هذه العقوبات على الجنائية الدولية حتى يعني تدعي الإضاءة الأمريكية الحياة حينها حتى تقول هذا ليس قراري أنا لا أعطل المنظومة الدولية بل الكونغرس هو من اتخذ هذا القرار يعني دعني أحاول أن أفرق بين الحالتين في حالة الكونغرس ومجلس النواب بشقيه الشيوخ والنواب هذه حالة واضحة من يعني الجميع يدرك ويعرف أنه ليست هناك فقط مولاة لإسرائيل ولا دعم لإسرائيل ولكن هناك يعني انسجام وتوحد مع إسرائيل فيما يتعلق بالتمثيل الأمريكي البرلماني هناك فرق فيما يتعلق باحتجاجات الطلاب وأعتقد أنها احتجاجات مهمة جدا وينتظر أن تتفاعل أكثر بكثير مما حقته حتى الآن والتأكيد على ذلك هو كيف سارعت المؤسسة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو الولايات رؤساء البلديات وأجهزة الشرطة ومسؤوليهم كيف سارعوا لقمع هذه الاحتجاجات لأنه إذا كان هناك ثمت تغيير جذري حقيقي سيخرج من الولايات المتحدة الأمريكية فإنه يجب أن يمر أولا من هذه الجامعات التي يعول عليها أن تكون يعني الحركة الطلابية والحركة المدنية هي التي يعول عليها قبل كل شيء في التأثير على الموقف الأمريكي في مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاندبندنت يا سيد هشام تسألت قالت ماذا يعني صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتنياهو قالت باقتصار يعني ذلك أنه حين تحط طائرته في لندن في المملكة المتحدة أو في أستراليا أو كندا أو في مطارات 123 دولة يلزم القبض عليه حينها من قبل سلطات هذه الدولة هل تتوقع أن تذلك؟ هل تتوقع أن تقدم سلطة ما في أوروبا على القبض عن تنياهو؟ وعلينا أولا يعني أن ننتظر لنرى إن كانت ستخرج مذكرات الاعتقال هذه لأنه حسب يعني قانون المنظمة المحكمة الجنائية الدولية يطلب المدعي العام هو كريم خان إصدار المذكرات ولكن يجب على هذه المذكرات أن تصدر حتى تكون رسمية من قبل القضاء فعلينا أولا وأعتقد أنه سيكون هناك ضغوط يعني الجميع يتوقع ويعني ذلك أنه ستكون هناك ضغوط لكنه أوضح أدلة الاتهام على الهواء كريم خان بالأمس هل لديك تخوفات من أن القضاء ربما لن يقبلوا الطلب كريم خان؟ طبعا يعني فيما يتعلق بتاريخ الجنائية الدولية فيما يتعلق بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيما يتعلق بتاريخ السياسة الدولية في العالم سنظل نشك في أن تكون هناك مذكرات حقيقية صادرة عن القضاء ولكن حتى أعتقد أنا حتى مجرد خروج كريم خان المدعي العام بطلب هذه المذكرات وتوضيحه ما أوضحه أن هناك أسس لذلك هذا مهم جدا وخطوة مهمة جدا وبغض النظر أنها كما يقول البعض وأتفق معهم أنها سوى بين الضحية والجلاد ولكن أعتقد أن هذه الخطوة بغض النظر عن كم هي كبيرة وكم هي مهمة إلا أنها أهم خطوة جاءت دولية حتى هذه اللحظة منذ اندلاع حرب الإبادة المستمرة والمتواصلة على الفلسطينيين بالتالي علينا أولا أن ننتظر أن تخرج هذه المذكرات ولكن طبعا تخيل ستكون هناك حتى وإن شاء الله هنتخرج هذه المذكرات ولكن في حال خروج هذه المذكرات ستواجه بالفعل ما أشرت إليه أيضا إمكانية أن تنتثل ولكن بحكم الاتفاق الموقع من قبل أكثر من مئة دولة على بثاق الجنائية الدولية فكل دولة موقع على هذا الاتفاق ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات وقرارات المترتبة عليها ابقى معنا سيد هشام لو تكرمت ودعنا نلقي نظرة على الواشنطن بوست وبها تقرير بعنوان الأنروا توقف عمليات المساعدات في معبر رفح وتقول إنه لا يوجد شيء لتوزيعه ووفق الصحيفة أعلنت وكالة الأنروا تعليق عمليات المساعدات الغذائية التي تقدمها في مدينة رفح جنوبي البلاد وقالت المتحدثة باسم الوكالة جوليت تومة إن الوكالة ليس لديها ما تقوم بتوزيعه مؤكدة خطورة الأزمة في الوقت نفسه واجهت خطة البينتاجون لتقديم المساعدات عبر رصيف عائم مؤقت بنته الولايات المتحدة قبالة سواحل قطاع غزة واجهت عقبات كبيرة في وقت تحذر فيه المنظمات الإنسانية من ارتفاع معدلات الجوع والتراجع السريع في خدمات الرعاية الصحية مع تظهر الوضع بشكل عام في قطاع غزة بمعدل ينذر بالخطر وتصلت هذه التحديات الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول فعالة لتوصيل المساعدات وزيادة الدعم الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة حيث يؤدي تعليق المعونة الغذائية والصعوبات اللوجستية إلى تفاقم الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون مرة أخرى نعود إلى ضيفنا في رام الله هشام عبدالله الكاتب والبحث السياسي إذن يا سيد هشام الواشنطن بوست تحذر مرة أخرى تقول أن حتى الرصيف العائم حتى هذا الإعجاز الهندسي الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة وهذه الكلفة 320 مليون دولار تقريباً وهذا الوقت وألف جندي من المارينز حتى اللحظة ليس هناك نتائج على الأرض أنا أتوقع من صحيفة مثل الواشنطن بوست هي طبعاً صحيفة أمريكية بالنهاية هي صحيفة مرموقة وصحيفة عريقة ويكفي أن صحيفة الواشنطن بوست تتخذ من شعار ديمقراطية تموت في الظلام ولكن أعتقد أنه في هذه الحالة في مثل هذا المقال وفي مثل المقالات أخرى فإنها للأسف وكأنها بشكل غير مباشر تشارك في نشر الظلام على الحقائق والوغاقع هذا جزء بسيط ولمحة بسيطة من الحقيقة المتعلقة بحرب الإبادة على الفلسطينيين هذه الخطوات التي يتحدث عنها سواء كانت الرصيف العائم والمساعدات من الجو وقصص وصول المساعدات التي أشغلت أمريكا وإسرائيل العالم فيها لأشهر طويلة باعتقاد المتواضع أن هذا سببه كان أمر واحد استخدام هذه الأدوات لإخفاء المقاصد الأساسية لحرب الإبادة هذه التي نحن بصددها وإطالة عمر هذه الحرب حتى تستوفي إسرائيل بمشاركة ليس فقط بمساعدة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية المقاصد الأساسية وهي باعتقاد إبادة سياسية ومكانية وبشرية للفلسطينيين بمعنى عدم الاكتراف وهذا واضح تماما إلى مطالب الفلسطينيين السياسية الوطنية بإنهاء الاحتلال والحصول على استقلالهم وتدمير القطاع ومعه الضفة الغربية بشكل أقل إلى مكان لا يمكن إقامة عليه ولو جزء من دولة أو هامش أو شبه دولة وطبعا إرحاق كل هذه المعاناة بالفلسطينيين أعتقد أنه كان يتوجب على صحيفة الواشنطن بوست والصحف الأخرى المماثلة التي تنشر وتقول أنها تنشر الديمقراطية وحرية التعبير أن تتحدث إلى الجمهور أولا الجمهور الأمريكي والجمهور العالمي عن هذه الحقائق وكيف استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هذه الأدوات حتى اللحظة وستظل تستمرها لتحقيق مقاصد الحرب الخفية على الفلسطينيين في أقل من ثلاثين ثانية سيد هشام لترتيبات الوقت لدينا أين ذهبت الشاحنات التي أدخلت مساعدات عبر الرصيف البحري هذا سؤال مهم ليست الشاحنات التي دخلت عبر الرصيف البحري وهي طبعا مقارنة بالعدد المطلوب يعني تكون قليلة جدا ولا تكفي ولكن أيضا السؤال عن مختلف المساعدات ماذا حصل لكل هذه المساعدات هل تصل المساعدات ولكن السؤال الأهم مرة ثانية أن حياة الناس وأرواح الناس وحقوق الفلسطينيين أهم بكثير مشكلة الفلسطينيين ليست بوصول المساعدات ولا بوصول الماء والدواء ولو أنه حق أساسي ولكن مشكلة الفلسطينيين الأساسية بانهاء الاحتلال الذي يستمر ويتواصل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركتها وصمت العالم أجمع